بعد مأزق سياسي مطول استمر أشهرا منذ الانتخابات نيابية التي جرت في تشرين الأول الماضي لا يبدو أن العراق أمام خيارات سهلة فقد دفعت استيقالة 73 نائبا من نواب الصدر بعض الكتل والأحزاب إلى المطالبة بحل البرلمان لأن انسحاب الفائز الأكبر في الانتخابات يضع المجلس أمام تساؤلات كثيرة ويفقده الشرعية وفي حين أكد رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي أن حل المجلس لم يطرح بعد وأن الخطوات القادمة هي السعي إلى تشكيل حكومة جديدة يرى العديد من المحللين أن تلك الخطوة لن تمضي سريعا كما يقود الحلبوسي وربما لن تتم أصلا بينما يرجح آخرون أن أي حكومة بدون مشاركة الصدر ستولد ميتة لأن هذا الانسحاب الجماعي غير المسبوق لأعضاء كتلته سيؤدي إلى اضطراب سياسي وأمني وعلى غرار ما فعل الصدر سابقا بالتحريك الشارع قد تشهد البلاد فوضى إذا ما شكلت حكومة بلا رضا أحد أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد أمام تلك الخيارات يجد العراقيون أنفسهم في مأزق قد يتفاقم لينعكس على المستوى الأمني فيما تضغط الأزمة الاقتصادية والمعيشية عليهم في ظل غياب القانون وامتلاك طرفين نزاع السلاح والنفوذ خارج سلطة الدولة وهما بدى جليا في تصريحات المتحدث باسم التحالف الفتح أحمد الأسدي الذي قال إن استقالة الكتلة الصدرية ستكون لها تداعيات على مجمل العملية السياسية مؤكدا أن وجود ميليشيات الحجد غير خاضع لأي مفاوضات أو تفاهمات سياسية وكذلك في تصريحات رئيس كردستان العراق نيجورفان بارزاني الذي حذر من اندلاع فوضى في البلاد بعد انسحاب الصدر وسواء ذهبت الخيارات المتاحة باتجاه إعادة الانتخابات أو تشكيل حكومة بعيدا عن التيار الصدري فإن الأمر بحسب مراقبين لن ينهي الأزمة التي ستنتقل إلى الشارع الذي لطالما لجأ إليه أنصار الصدر ويمكن أن يسهم ضغطه بإسقاط أي حكومة يتفق عليها حلفاء الأمس وأعداء اليوم ترجمة نانسي قنقر